الحياة هي عطية من عند الله كل يوم أنا بعيشه هي فرصة جديدة الله بعطيني إياها النفس اللي أنا بتنفسه هو هدية عطية من عند الرب كل يوم أنا بشكر الرب إنه تصوري كل يوم في هوا بتنفسه في شمس بتطلع في مطر بينزل في غلي بتطلع في كتير أشياء نشكر الرب بس اللي عاوز أقول لأخت رشا وأكيد أنت معلمة في هذا الموضوع إنه مش الفكرة كام هي الحياة أو طول الحياة الفكرة الأهم عندك حياة شو عملت فيها أو شو رح تعمل فيها شو اللجسي شو البصمة اللي رح تتركها بعد ما تفارق هذه الحياة الأبدية وين أنت رح تقضي هذه الأبدية كلها أسئلة مهمة فخدمتنا للناس المجرحة اللي بتصل حتى الموت أكيد في إلها أساس كتابي طبعا يعني أنا جبت آية من كرونس وستانية بتقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرقفة وإله كل تعزيه الذي يعازينا في كل ديقاتنا يعني أنا ديقات بتاعتي مش ديقات بس مش متألمة بس لكن فيها تعزيات الديقات داية يعني هي دي أهم حاجة أن أنا أستبعني مفتوحة أن فيه تعزيات وسط الديقات حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ديقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله أعيز أقول أن إحنا بناخد تعزيات في الوقت دا وأنا ما بطلع من وقت صعب قوي في حياتي بقدر أن أنا أشد حد أكلم حد في الوقت الصعب دا هو مش شايف هو آخر الطريق بالنسبة له ضلمة مش شايفه أنا لو أنا عديت في الخبرة دا وطلعت منها أنا ببقى في حتة نور منورة أكتر بالنسبة لي فبقدر أنا أبقى بصيص نور أنور نور المسيح بالنسبة له بعدين كده بيقول لأنه كما تكثر ألام المسيح فينا كدلي بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضا يبقى أنا في الألم مش هو النهاية الألم دا دا بداية حتة في طريق مش نهاية الطريق نهاية الطريق هي التعزية مرحلة تشكيل في حياة المؤمن هي مرحلة وبتعدي وبنطلع منها وهل أنا بعد الخبرة اللي أنا عدت فيها دا هيت أنا بنظر للحياة بنفس الشكل أنا بقى لي تلاتين سنة مع المسيح عدت في خبرة من خمسة أشهر من أربعة أشهر هل أنا بعدي بنظر من نفس الناظرة اللي أنا بنظرها قبل كده لا معنى اللي بقى لي تلاتين سنة مع المسيح وخبرات كتيرة جدا لكن الله بيثقل خبراتنا دا هيت أما بيقول الكتاب خفت ديقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر استقل مجد أبدي ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى الأمور التي لا ترى لأن الأمور التي ترى وقتية أما الأمور التي لا ترى فأبدي أمين كمان في نقطة أننا أما بعدي من الموضوع ده هو بحيث أن ربنا بيفتح بينور عيون ذهني الكتاب بيقول ونحن ناظرين مجد الرب في وجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد أنا ببص على مجد الله في مرآة وبتغير مستنير عيون أزهنة ربنا بينور عيون الزهن كل يوم ما أقولش أنا بأي 30 سنة يبقى أنا منورة تماما كده وقاريت الكتاب وكل أنا بقرأ الكتاب كل يوم وبعد أصلي كل يوم وربنا بينور لي كل يوم أمور جديدة فده ربنا بيديني استنارة كل يوم علشان أقدر زي أنا أنور وأقدر أساعد الناس اللي هم بيماشيين لسه في زلال الموت بعيد عن المسيح أو متألمين وبيعادوا في أزمن الضيء أقدر أساعدهم وأطلعهم من ده يبقى يتأثير ترجمة نانسي قنقر